يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد الساعة 7 كتير جدا في حياتنا بنسأل نفسنا أسئلة كتير زي مثلا إحنا فاهمين نفسنا كويس؟ هو إحنا عارفين إحنا عايزين إيه؟ طب الشخصيات اللي حوالينا يفكروا إزاي؟ هو إحنا فاهمينهم مظبوط؟ هو إحنا بنتعامل معاهم صح ولا غلط؟ طب ولادنا؟ إزاي نقرب منهم؟ إزاي نحتويهم؟ إزاي نفهم شخصيتهم؟ كلام كتير في التربية الحديثة منه اللي بنفهمه ومنه اللي لسه مش عارفينه أسئلة زي كده كتير جدا متعلقة بمشاعرنا أسئلة زيها متعلقة بشخصياتنا وبشخصيات اللي حوالينا طريقة تفكيرنا هنا بقى بيجي دور الكتب النفسية ممكن بجد أحيانا تقري جملة أو تقرأ جملة في كتاب نفسي توضح لك سؤال أو تكون رد على سؤال كنت بتسأل نفسك فيه ممكن يكون لها دور كبير جدا في إنها تساعدنا إننا نلاقي إجابة لأسئلة وحاجات كتير قوي بتحيرنا عشان كده كتب النفسية مهمة جدا في حياتنا وموضوعاتها الحقيقة دايما بتبقى متنوعة ناس كتير بتحب تقرأ فيها والنهاردة في يحكى أننا هنتكلم عن الكتب النفسية وهيكون منورنا الكتبة والدكتورة أسماء علي الدين استشاري العلاج النفسي والعلاجات الأسرية والحقيقة هي لها عدد كبير جدا من المؤلفات النفسية أخيرها مثلا كتاب ملفات سرية من داخل العيادة النفسية قبل الانتحار بدقائق وليها كمان كتاب لا تخبري الرجل بكل شيء وكتبت كتب تانية كتيرة جدا ليها كمان علاقة بموضوعات بتهمنا وبتمسح حياتنا ومهتمة جدا بطريق التفكير الإنسان أو بطريق تفكيرنا كبشر بشكل عام